اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على المستويات المتقدمة التي وصلت اليها العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة وما تشهده من تطور على الصعود كافة وأشار سموه إلى أهمية البناء على ما تحقق من تعاون ثنائي والاستمرار بالدفع بالعلاقات البحرينية الفرنسية نحو آفاق جديدة بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه يحفظه الله في قصر الإقضيبية بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني لدى لقائه سعادة السيد إيريك جيروتلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين حيث لفت سموه إلى الحرص على توطيط مختلف أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية فرنسا وتعزيز الشراكة الثنائية على كافة الصعود بما يصب في تحقيق الأهداف المشتركة ويعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين كما جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبه أعرب سعادة السفير عن شكره وتقريره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص لتعزيز أطر التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين والدفع بالعلاقات الثنائية نحو مزيد من التقدم متمنيا لمملكة البحرين دوامة للزهار والنماء ترجمة نانسي قنقر